أميرة ورغم انعدام الإعلان الرسمي حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالكمين الذي أوقعت المقاومة فيها جنود وعدد من الجنود في وسط قطاع غزة وخاصة في محور نتسريم نحن نتحدث عن كمين قد ضجت وزحمت مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صحفيين مستقلين بالحديث عن هذا الكمين ليلة أمس والحديث عن أربعة قتلى وأحد عشر مصابا في صفوف الجنود الإسرائيليين لكن بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لا إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي وكان قد فرض الجيش الإسرائيلي الرقابة العسكرية وحذر النشر فيما يتعلق في هذا الحدث الأمني الصعب وفق الوصف الذي يتم تناقله في الإعلام العبري وكذلك الأمر كان قد دعت وسائل إعلام إسرائيلية بالصلاة للجنود المصابين في الحدث الأمني في وسط قطاع غزة لكن بلدية كريات يام في قضاء حيفا استبقت ربما إعلان عن مقتل مجندين وأعلنت بأن أحد الجنود الذين ينتمون إلى البلدة الإسرائيلية في قضاء حيفا قد قتل في كمين وسط قطاع غزة وهذا من شأنه أن يزيد من التوقعات بأن الساعات القادمة ستكون صعبة على الشارع الإسرائيلي وذلك بعد أن يكون هناك إحاطة من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق في هذا الصدد لكن حتى هذه اللحظة لا إعلان رسمي فيما يتعلق بالكمين ولكن شهد في الساعات السابقة وخاصة في ساعات الليل توجه لطائرات ومروحيات الإنقاذ من وسط قطاع غزة نحو المشافي في جنوب ووسط إسرائيل نحن نتحدث عن المشافي التي عدت مسبقا لاستقبال الجنود الجرحى منذ السابع والعشرين من أكتوبر وحتى اليوم بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة قد خصصت هذه المشافي لتلقي وإجلاء المصابين الجنود واستقبالهم في منطقة المركز ومنطقة الجنوب لذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي ولكن جل الحديث في العلامة العبري تقول بأن المفاوضات الرامية إلى إبرامي صفقة لتبادل الأسرة ما بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بصورة غير مباشرة وبوساطة قطر ومصر تجري وسط النار ووسط أنباء وأخبار صعبة في الميدان وربما هذا يشير إلى أن الأحداث في وسط قطاع غزة جاءت وفق البيان الذي صدر عن المقاومة الفلسطينية بأنها أوقعت وحدة وقوة تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين في تلك المنطقة في منطقة الشمال كذلك الأمر هناك حالة من التوتر الشديد جراء إطلاق 30 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان نحو أصبع الجليل منطقة كريات شموني التي ازدحمت باستقبال القذائف الصاروخية خلال الأيام السابقة ومنذ التحام أو شغور هذه الجبهة بإسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وهي تستقبل القذائف الصاروخية وجل الإسرائيليين الذين يتوجدون في تلك المنطقة قد تركوا منازلهم وتوجهوا نحو مناطق المركز ومناطق الشمال الأكثر أمانا هذه البلدة قد ازدحم مظهر الانهيار للمساكن والمباني السكنية وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تطرق في الجبهة الداخلية إن كانت هذه القذائف الصاروخية قد سقطت في مناطق مأهولة بالسكان وإن كانت قد استهدفت إسرائيليين وهذا يأتي على غرار النهج الذي تتابعه السلطات الإسرائيلية في عدم التطرق للخسائر وما يحدث في الجبهة الشمالية من أضرار في البنية التحتية والمواقع العسكرية الإسرائيلية المتواجدة بكثرة في تلك المنطقة بسبب هذه القذائف الصاروخية ولكن العلام العبري قد نقل البيان الذي صدر عن كتائب القسام التابعة لحركة حماس في جنوب لبنان بأنها هي المسؤولة عن إطلاق ثلاثين قذيفة نحو أصبع الجليل فهمي يشتوي مراسل تارة عربي كنت معنا من تال أبيب شكرا جزيلا لك فهمي